يعني اشرف ان هو يعني يكون من الناس اللي يتعلم يمكن انه اشوف لي فيديوهات كتير وحاول اتعلم منه وان خامر سليم هو طبعا مدير لمشروعات نمزاجة معلومات المباني اللي برسيبره اكتر من 15 سنة كان مساعد باحس في جامعة قطر سابقا طبعا مؤسس بيم ارابيا اكيد كلكم اكيد طبعا هو غير عن التعريف يعني ومش محتاج ان انا اتكلم اكتر من كده فهو مؤسس بيم ارابيا ومحرر لقاموس بيم النسخة العربية بيم ديكشنري وطبعا متخصص في ادارة البيم سواء بقى على مستوى المهني او على مستوى التدريب فيعني شكرا لكو وشكرا لسعاد سطروكو على الوقت اللي انا اعرضت فيه المقدمة السريعة ديت وطبعا اطلب بقى المجال لمهندسنا الغالي عمر انه هو يبدأ في المحاضر اللي انتوا قد فيل مستنينها تحتاجين تسمعوه وتتعليه منه شكرا جزيلا كزاكم لكل خير استاذنا الفوضل وربنا يباري في حضرتك والف شكر انا عايز اعمل شيرس كريم كمام انا حضرتك في حضرتك تقدر تعمل شيرس كريم انا متشرف جدا طبعا بوجودي في حضرتكم واسازات الكبار ومشاء الله جرين لها نشاط كبير جدا الواحد اتشرف بالاستماع عليه فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم على التكنولوجيات البناء الحديثة وهنركز على فكرة البيم ليه هنركز على فكرة البيم لان البيم بيربط كزا تكنولوجيا ببعض دي الميزة اللي فيه النموك يكون عندنا تكنولوجيات كثيرة جدا لكن هي بعيدة عن مجال الكونستراكشن ودي حاجة خطيرة جدا يعني احنا بتلاقي تطور في تكنولوجيات كثيرة زي الموبايلات زي العربيات زي 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 لكن في مجال الكونستراكشن هتلاقي نفس طرق البناء هي هي ده اللي احنا نشوفه مع بعض دلوقتي خلينا نبص كده على الرسمة دي الرسم دي اللي هي برج بابل من زمان جدا اي حد يبني مشروع لازم يفكر المشروع ده هيكلف كامل والمشروع ده هياخد وقت قدية مهم جدا مضوع هياخد وقت قدية والتكلفة بالذات لو المبنى ده متعملش زيه قبل كده حاجة يونيك حاجة واحد ناسا عايز يعمل برج بابل عايز يعمل اهرامات عايزين نعمل عاصمة ادارية فهتاخد وقت تدي ده ده مهم جدا على اساس نشوف دراس الجدوة ممكن يكون فيه مشروع تاني اهم من المشروع الحالي او ممكن نقول لا هنعمل مشروع تاني وهكذا فده كان من ضمن الاسئلة اللي فضلت آلاف السنين ملهاش حل غير لما جات تكنولوجيا البنبو وساعدت في وجود حلول لها ونشوف انكي تكنولوجيا كتيرة جدا استفادت من تكنولوجيا البنبو لو حد عم نسأل ممكن نكتبه في الكومنتات وكده كده في وقت ان شاء الله زي المشروع نسأل بعد المحاضرة نبدأ ان نشوف برضه الاسئلة اللي نركز عليها طيب لو احنا كده ركزنا في اللايرت دي الابور برودكتيفتي الانتاجية بتاعت الناس اللي شغالها في مجال الكنستروكشن تقريبا ما بتتغيرش يعني هي هي اسابتة انما الانتاجية في باية المجالات بتزيد يعني مثلا صناعة السيارات كانت الاول ممكن مثلا كل عشرة يام يطلعوا عربية دلوقتي لا كل يوم ممكن يطلعوا عشرة عربيات فايزاي بدأوا استخدام التكنولوجات جديدة التكنولوجات دي لما تجي تنقلها في مجال الكنستروكشن بتلاقي في مشاكل البم بيبدأ يحللك المشاكل ديت هنجي نبص كده هنلاقي ان في عندنا مشاكل كتير جدا في قطاع المباني والكنستروكشن ان في مخاطصات يعني لما تنقل من مرحلة لمرحلة بتلاقي اللوح بتتوفيها وفي كزا لوحة وهو الحاجات دي كلها بتلاقي مشاكل كتير زي كده احنا شدنا من حاجات كتير جدا ان الارتفاعات ما كانتش واضحة في البلان او في السكشن فده ادى لمشاكل كتير جدا الاتوكات احنا اشتغلنا فيه بفترة طويلة لكن برضو بش هو ده الحل يعني الاصدارات الحديثة بش هي دي الحل ليه لانها برضو بدلعب على نفس الفكرة وفكرة الكميوتر ايد تزاينها زي ما دكتور مصر قال فبش هو ده اللي اوجد لنا الحل دلوقتي فيه مشكلة المشكلة دي معناها ان لازم هيوجه الحل سواء بقى كان بالبيم سواء كان بحاجة تانية لازم هيوجود حل الحل كان فعلا في التكنولوجيا البيم ليه لانها بدغط الزر بتقدر تعرف الحصر بدغط الزر بتقدر تعرف المشاكل فين وتبدأ ان انت تحلها ان انا عرف ما كان المشكلة ده يعني 50% من ان انا حل المشكلة فلو انت جايب واحد الشغل مثلا خمس سنين واتوكات وواحد تاني خمس واتوكات بيم البيم مدان نفس الخبرة هيخلص قبل الاتوكات بكتير طيب تعالي نتعرف على كلمة البيم كده نتفصصها مع بعض لو في اي حاجة مشكلة حياريت ناس تسأل ونستفد ان شاء الله من الاسئلة باسل الله البيم هو ايه Building Information Management يبقى كده في نقطة لازم نركز عليها البلدنج الكاد ده ممكن ترسم عليه حاجة يعني شفت ناس بترسم حزاء بيرسم حزاء بيرسم شب شب على الاتوكات وشفت ناس بترسم ورد وشفت ناس بترسم ملابس يعني الاتوكات تقدر بترسم عليه اي حاجة انت عايزة كأنك معك برنامج رسام لأ هنا في برامج البيم هو ما بيشتغلش غربس في المباني التولز اللي موجودة عبارة عن انت بترسم والد بترسم كولوم بترسم مفيش حاجة اسمها انا هرسم كده عشوائي لأ لازم بترسم حاجة بجوه المباني دي حاجة مهمة جدا النقطة الثانية الانفورميشن بش مجرد شكل وخلاص انت ممكن ترسم حاجات دي على سري دي ماكس تقدر ترسمها على سكوتش اوب تقدر ترسمها على اي حاجة تمام طيب انا هنحاول طيب لكن في البيم لازم تحط كل المعلومات يعني لما اعمل سلكت على اي عنصر اعرف كل المعلومات الخاصة بالعنصر دوت يعني ما نفعش ان اعمل سلكت على وول ومش عارف ايه هو في الوتوكات بيبقى لازم خطين انت بتعرف ان ده وول ولا مثلا كيبرتري ولا دقت ولا الحاجات دي كلها من ايه مجرد بس ان اللير ان تيكست مكتوب جنبيها انت اللي بتتخيل وتستنتج لو انت عايز تعمل برنامج وتقول له اعمل كذا او اعمل كذا فقلب الوتوكات هتاخد وقت كتير قوي عشان تعرف ان ده حيطة ان ده كذا انما في الريفت هو عارف كل حاجة او البيم خلاني نتكلم عن البيم مش عام برنامج معين البيم اخسار منجمت يعني انت هتدير المشروع من خلاله هتدير المشروع من خلال فكرة البيم دوت عندك اساليب كتيرة جدا تخليك تقدر تدير المشروع البيم زي ما احنا قلنا ان انت مباني ممكن تكون مثلا مدينة كاملة زي city information management ممكن يكون طرق ممكن يكون مباني ممكن يكون مباني قائمة يكون حد ما يحتاج البيم عساس يعمل سيونة وفاصيلة management وهكسب ده مثلا صورة معينة ده بعد كده بيبقى جزء من smart city انا ده وقت عايز ادير المدينة ما اقدرش ادير اي حاجة من غير معلومات لازم يكون عندي كل المعلومات اللي انا محتاجها انا اقدر اعرف ان في مشكلة في المرور ازاي وانا مش عارف لحظة بلحظة اذا كان في مرور زحمة او كده او 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 احنا بش اقدر اسيطر على المدينة ووعرف ان في مشكلة غير لما بعرف استهلاك الكهرباء للمباني كلها يعني انا مثلا عندي في البيت بشي أقدر أعرف غير ما يكون فيه عداد يقول لي تمام كان فيه تصرب معين فاضطررت ان اقفل كل حاجة وشوف التصرب ده فين لان الفطورة جاءت غالية فاكتشفت ان فيه حاجة معينة بتصرب فلازم يكون فيه عدادات تقدر تقول لي اذا كان فيه تصرب او كاسم الانفورميشن مهم جدا بالشكل نحن باش نعمل سري دي ماكس ونعمل رندر ونعمل شكلها حالة وده حاجة مهمة جدا لازم يعني نخلي بالنا منها ناس كتير اول ما تتخرج بيبقى فرحان ونعمل شكلها حالو بس التكنيكل غلط لا التكنيكل اهم من الشكل يعني ما لاش لازم ان انا اعمل اعمل سري دي والوان وشكلها حلو بينما الحسابات غلط لا لازم اركز على الحسابات وركز على المعنوات اللي تعلنتها في كلية وطن الحاجات النظري وكل حسب تخصص بتاعك بتبدأ تركز على الحاجات اللي انت درستها في كلية مانجيمنت عندنا مثلا فيه انواع كتيرة من المانجيمنت بتقولك استخدم البمي اشهرهم مثلا البيميبي دي طريقة من ادارة المشاريع بتقولك استخدم البمي بحاجة كتيرة جدا منهم مثلا ان انت تتابع الحاجات اللي هنشتريها وهكذا من ضمن الحاجات برضو اسلوب اسمه الليين مانجيمنت الليين مانجيمنت ده من الاساليب اللي عملتها شركة تيوتا عشان تقدر تندج اكتر فالمهارة اللي احنا بنحاول نعملها ان احنا ننقل التكنولوجيا بتاعت الليين مانجيمنت لبوزي كونستركشن ما نقدرش نقل له من غير البمي لو انت حاولت نقل له على توكاد هتلاقي ان انت مش قادر تحقق القواعد بتاعت الليين عم سبيل المثال الليين يقولك ايه ازهر الحاجة وامل حاجة اسمها لست بلانر يعني خلي كل العمال يبقوا فاهمين وما بيعملوا ايه اصغر عامل يبقى فاهم الصورة النهائية للمشروع باش بتقول لرستندو خلاص فمن خلال البم بنقدر نعمل فيديو سهل جدا على ايه شخص غير متخصص يفهم فكرة المشروع ويقدر يتابع المشروع معين فالبم لو انت مدير مشروع بشارط ان انت تشغل بيدك في البرامج لكن انت تقدر تستخدم البم في ان انت توفر وقت في المشروع تقدر تكنترول على المشروع تسيطر على المشروع وهكذا فالبم بحالك معدلة صعبة جدا يعني هو يقولك ايه ان انت مثلا تجي تطول حاجة في البنطلون الشاكت تدرب بالحاجات ديجة لأ هنا انت بتعمل شغل الجودة اعلى من استخدام البم وفي نفس الوقت الوقت قال والوقت دا يعني تكلفة فالتكلفة بتقلم فانت حيات حاجة رهيبة جدا زائد ان انت بتبقى مع العميل وفهم العميل عايز ايه بمعنى انا ممكن اعمل حاجة للعميل ارسم له مثلا مخطط وابعتوله وهو يقول لي واو جميل حلو واول ما يبدأ يتنفذ يقول لي لأ انا مكنش مصور كده لأ انا عايزك تفتح الحاجات على بعض ده بعد ما بنينا المبنى فعلا في الموقع فمن خلال البم بنقدر نعمل ايه؟ بعمل التصميم 3D وورغوله وممكن بقى ساعتها استخدم ادخل معي اليجمانتد رياليتي والفيرشور رياليتي ان هو يلبس النظارة ويشوف المبنى ويقينه ماشي جواه او يشوفه قدامه على الترابيزة فكل التكنولوجيا دي مثلا اليجمانتد رياليتي والفيرشور رياليتي مكانش هننفع نستخدمها في الكونستروكشن من غير بيم يعني احاول نعملها باللوتوكاد او باي برنامج تاني مش هنفع لازم بتكنولوجيا البيم البيم هو تكنولوجيا وليس برنامج في برامج بحالة التكنولوجيا ديت تمام؟ يعني لو انا استخدمت برنامج مثلا الاسكوتش اب وكان فيه تولز معينة بتقدر تخلينا لما ارسم حيطة البرنامج يعرف ان دي حيطة ولما ارسم اعمدة يعرف ان دي اعمدة فقدر اعمل الكلاشات مثلا بين اي حاجة خلاص ده كده بيم انما لو انا استخدمت برنامج الريفت او الاركي كاد او اي تيكلا او اي برامج لكن ما كنتش معرف الحاجات صح او ما كنتش مدخل المعلومات صح فانا مش بيم عشان لكم التفكير فالبيم مش برنامج البيم ان ان انت تدخل المعلومات بتاعتك مضبوطة بحس يبقى فيه فايدة ان ان تقدر تدير المشروع زي ما شايفين الناحية اليمين اللي هو المخطط ليه وناحية الشمال ده اللي هو اللي تنفس فعلا فدي ميزة حلوة قوي ان لوح الديزاين هي ايها بتبقى الشوط دروينج هي ايها بتبقى الاسبلت الحاجات اللي اتصممت في الاول هي نفس الحاجات اللي هنشتغل عليها هي نفس الحاجات اللي اتنفذت فعلا في الموقع يريت لو في اي مصطلح انا قلته او في اي حاجة بش واضحة يريت الناس تكتب في الاسئلة وانا هجاوب عليها وارضوا في الوقت الاسئلة ما تلاوش طيب البيم هنقدر من خلاله ان احنا نفهم المشروع صح يعني في الاجتماع ممكن يكون حد عايز حاجة معينة بس مش قادر يشرحها تمام ممكن ناخد بقى صورة على المبايل وبرهادنا لا احنا بيدخل على الموديل بيم ونبدأ ان احنا نشوفها في ميزة ثانية ان مشاب عندي لوح اتوكاد كتير ده هو موديل واحد واحنا كلنا نشاركينه ونقدر نحن نشارك المعلومات نقدر نربطه بتكنولوجيا كتير جدا نقدر نربطه بسولة بالجا اس يعني لو كانوا على جا اس بيبقى صعبة شوية انما مع البيم بيبقى اسهل وحتى في ربط كتير بين الاثنين فالاجتماع بتبقى قاعد وشايفين الموديل من جميع الاتجاهات ومن جميع النواة طيب حد يسأل بقى البيم يمكن نستخدمه امتى لان اغلب الناس تقول لك احنا هنبدأ اتوكاد وبعد شوية نبدأ نحوله ربيت ده غلط لان ده دابل وورك انت بدأت اشتغلت على حاجة وبعد كده عدت الشغلة تانية الافضل من اول يوم تتعود ان انت تشتغل بتكنولوجيا البنت من قبل البريدزاين يعني قبل ما تعمل الدزاين انت تتفكر فيه في البنت وبعد كده الديكومنتيست كلها تخرجة من البنت الفابريكيشن الكونسراكشن الترويته بالزمن تقدر ان انت تطور فيه تقدر ان انت تعمل تفاصيلة منشين تفاصيلة منشين معناها ان انت بتدير المبنى يعني في اي مشاكل بتقدر ان انت تشوف المشاكل ايه لو انت عايز تهد المبنى تقدر استخد الموضل بيم يعني ممكن مثلا ايه بدل ما تعد تجرب هتكسر على مويد معينة بحيث ان احنا عايزينه يسقط رأسي بشقف كما يقعش على مباني الجنبينا فتقدر ان انت تجرب البرنامج تعمل اناليسيس وتشوف انا يا عميدة اللي انا مقروض ان اهدها عشان المبنى يقع بصورة صحيحة ومن غير ما يدور الجريال فموضل بيم معاك كان انت عندك مبنيين فتقول لها اجرب في ده يعني اتنين اخوات تمام او اتنين اولاد عام واحد فيهم عمل فيلا فالتاني غار منه وقال لك ان اعمل فيلا تاني فانت وانت شغال في الفيلا التانية من قبل ما تبدأ عارف المشاكل اللي هتواجهك وتدر انت تحلها قبل ما تحصل في الموقع عارف هيكلف كم عارف هيكلف وقت دهيب فانت عندك خبرة يعني لما واحد مثلا يكون تحصص فيلا وتقول لي عملي الفيلا دي مناثرة واحدة من غير ما يفتح كالكوليشن من غير ما يفتح اجسل ايه يدر اقول لك هتكلف كم كل حاجة ليه لان هو اشتغل في الحاجات ده كتير فانت في موضل بيم بتكتشف مشاكل كتيرة كأنك انت اشتغلت في مشروح هيه وقال لك عيده فبتبدأ تعرف المشاكل وتكلفة ان انت تحلها على الكمبيوتر بتبقى قال كتير من ان انت تحلها في الموقع نفسه هناك هيكلفك مثلا ساعة ساعتين مرتبت لا ده هيكلف احسن ما تتكلف ان انت تكسر حاجات وشغل في الموقع طيب البلدج مفروبش المانجمينت بش صفت وير هو لازم يكون اشخاص متعاونين لازم يكون في معلومات باتحط لازم يكون في سيستم معين في اتفاق معين على تبادل معلومات في الحاجات ده كلها صفت وير ده جزء بسيط قوي لكن ايه اللي هتسفاده من البيمت ان احنا هننظم المعلومات بتاعتنا بدل ما المعلومات مش منظمة لا المعلومات كلها هتبقى متناسقة بينهم لو انا عايز اي معلومة اقدر اجيبها بدل ما يبقى عندي اللي هو هتيرة و اكسيل اللي هو والحاجات ده كلها فالبيم هو مستدلش على سبيل المعلومات ده لو عملت اللي كتا عجوز اللي فوق هيقول لي ان ده الروف ويقول لي ال U value بتاعتها D وال R value والخامات اللي موجودة وممكن يكون مثلا فيه كازالير يبدأ يقول لي كل اللي ارفهم ايه الحاجات اللي فيها الول برضو اضراف كل معلومات بتاعت الول اضراف كل معلومات بتاعت الشبابيك الاساس لو انا رسمت الحاجات دي لكن بش مدخل معلومات كده ده مش يجب سورتين طيب في حد عنده يسؤال طيب لو جينا نبص على الصورتين دول هتلاقي ان ده يعني اوه ورفة بس مش مفهومة يعني انت رسم rectangle one وعملت offset ورسمت rectangle two لكن مفيش اي معلومات لو عملت select سيقول لك ان ده line ده rectangle وخاص على كده انما هنا لما تعمل select يقول لك طول وقديه وديه 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 وال high و type و connection wall ويجيب لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها والميزة بقى ان انت بعد ما بتخلص الموديل بيم تقدر تاخد الشغل دوت وتوديل اي برنامج من البرامج بتاعت التحليل سواء بقى تحليل عندك تحليل مثلا الشمس والزل وعندك تحليل الهواء اللي هيمشي هبقى عمل ازاي كل الاناليس الزل اللي انت ممكن تتخيلها بالوقت كل البرامج بلا استثناء بتقبل انها تاخد موديل بيم ايا كان البرنامج اللي انت عملت به موديل بيم خلص بقى فيه منظمة بتبقى مسؤولة عن ايجاد سيغ مشترفة بلدنج سمارت شركة اسمها بلدنج سمارت دي اتحاد بين شركات الشغالة في صفتوير الخاصة بالمباني بتبدأ انها تعمل تنسيق معين بحيث لو انت عايز شغل على برامج معين وكامل شغل على برامج تاني تقدر ان انت تعمل الموضوع دوتو وتقدر ان انت اخد شغل بتاعك توديه اللي مثلا عايز اتزان بيلدر تقدر توديه لأي برامج من البرامج بتاع الاناليس فالجزء بتاع سستانيبيلتي هيوفر لك كتير قوي ان انت تشغل شغل بيم انا اعرف واحد مثلا كان بيقعد يعمل الموديل على برنامج اسمه انسيس انسيس ده كان بيعمل تحليل لحركة الهواء والدخان والحريق والحاجات دايه فكان بياخد منه وقت كتير قوي فلما طلب انا ممكن اصدرها لك في ثانية الشغل اللي انت تعمل الموديل على برامج البيم اسمه بكتير من برامج الثانية اللي انها غير متفصصة ففي ثوانية وفرت له 90% من الوقت بيتصدره لحاجة وهو يبدأ يعمل اناليسيس على الكو وتقدر تعمل اناليسيس في ثوانية بتبعت للبرامج طيب دي لوحة اتوكات هبدي يقدر يشرحها لي من الناس اللي موجودة هي لوحة طبعا لوحة مدنية هي راية الناس حتى تكتب في الشيئة مثلا دي لوحة استيل دي تيلينج لكن لو انت الطالب منك تنفذها في الموقع انت مش قادر تاخد بالك من الشكل العامل ازاي دي فكرة البم حاجة ده مثلا بالبم اه خلاص احنا بداعنا نفهم ونقدر اخد استكاشن تمام في اي مكان تقدر تاخد سكشن سري دي لو انت حاجة بشغطها معاك هتقول تفتح حتى مدل بم وتقدر انت تشوفها من تقول له انه واحي وتبقى فاهم انه مظلوب لوصلات زي كده لو ترسمت اتوكات ميت واحدة بشتدار تفهمها تمام انما بالبم خلاص الموضوع بقى واضح وسهل و بسيط تمام مرة قبل كده كنت شغال في مشروع فالمدير بيقول لي انا عايز استاخد في الرامب الرامب كل مترين سكشن عايزة كل مترين تاخد سكشن فرامب طويل فانا مش فاهم فبقول له انت عايز ليه كده قال لي عشان انا عايز يتخيل شكل الرامب هيكون ماشى زي بعض ولا فيهم يقول له حاجة زي كده فلما شافها سري دي في ثانية فاهم المشروع بدل ما كان هيقعد يفهم كذا سكشن لا هي سري دي مرة واحدة وبدأ ان هو يشوفها وبدأ مثلا يقول لي طابعيز الارتفاعات هنا طابعيز الميول هنا المضوع بقى سهل جدا بالنسبة له ان هو يستوعب فكرة المشروع سكشن زي دا انت عملت الموديل الطلب منك سكشن لو انت معاك لوحدة وكاية كتيرة وبطلب منك تحولها للسكشن زي دا ستدوني ممكن تاخد منك اسبوع يعني عشان نعمل سكشن زي دا اسبوع كامل هنا في البيم اي برامج برامج البيم بيقدر ياخد منك يعني قول عشرة ثوانية عشرين ثانية تلاقي السكشن خلص والميزة الجميلة في فكرة البيم ان انت لو عدلت في اي حاجة في اي دور هيتعدل في كل حاجة تانية هتلاقي تعدل في السكاشن هتلاقي تعدل في الحاصرة فمشتبعت حاجة وفيها تضرب تمام طيب البيم ممكن نستفاد منه بايه ممكن نستفاد منه بكل حاجة انت بتخيلها تمام يعني ممكن مثلا تعمل حصر مثلا ممكن تعمل حقات الاستدامة ممكن تعمل كلاشات كل انت عايزه فمن اللي بيستفاد منها اكتر واحد يستفاد منها الاونر ان هو بيقدر يستلم الحاجة في معادة البلانر بيقدر ان هو بدل ما بيوريهم جداول زمنية في برنامجة البرامافيرا وهم اس بروجيكت بيقدر يوريها لهم في سري دي فالناس تقدر انها تفهم ويوريها لهم وهي بتتحرك فقدروا يفهموا ايه اللي هو يقصده وايه اللي مفترض يقصد النهاردة وايه اللي خلص في المشروع وهكذا الديزاين الديزاينر بيوفر معه وقت كتير قوي المهندسين الفابريكيشن الكونتراكت كل الناس اللي شغال في المشروع باستفاد يعني حتى في الانيرجي او في السوستانبلاتي او الليد او الجرين بيلدنج كان معانا مهندس ومكانش عايز يعني بيقولك انا مش لسا هتتعلم بيم خلوني في السيدانة قلت له خلاص ماشي قول لي ايه اللي انت عايز تعمله وانا هعمل لك جداول جهزة في البيم اول ما نرسم هي اوتوماتيك هتطلع لك الجدول تعرف ايه المشاكل الموجودة يعني مثلا ايه ايه اجزاء الخضراء مثلا الزراعة مثلا موجودة ايه السلاك الموية ايه كل الحاجات اللي هو عايزها بدأت تطلع في اسكادولات بسيطة احنا اللي عاملينها بحيث ان هو هيقدر يعرف المبنى بتاعه حق الديليت طيب من ضمن مثلا الحاجات ايه هده متخيل الشكل ده هيتلع ازاي يكتب لينا كده في شات انا عايز الناس اتفاعل معايا شوي يكتب لينا كده في شات المبنى ده اقبرا عن ايه يعني لما نشوف كده المبنى دوت بالشكل ده اهو سكشنين اهمت ونبدأ ان احنا نشوف شكل المبنى طيب ايش منصبها فالسوال بتاعك يعني محتاج واحد طيب طيب حد يقدر اتخيل شكل المبنى ده يبعمل ازاي يعني لو انا لسه هشتغل في مشروع وقال ديزاين بيقول لي خد الفيش والكنترول ديت تمام طيب بص بقى الشكل بتاع هبعمل ازاي بالشكل ده ممكن انا اكون مش قادر اتخيله لكن لما اشوفه 3D وده مبنى من مبادئ دارة المشاريع اللي هي اللين اللين منجمينت او اللي ضرر شريكة او اللي ضرر مرنة هتلاقي المبنى بقى اسهل بكتير جدا ده مبنى مشهور موجود في الامارات اللي هو مدحف المستقبل دي المخاططات اللي جوه لو احنا حاولنا ان احنا تخيل ان ده يتعمل او توكاد مستحيل يعني بكمية التفاصيل وكمية التيلز والحاجات دي كلها صعبة جدا تمام ده مثلا مدحف قطر القومي خده من الشكل ده ده اللي هو بيسماء زهرة الرمال بالشكل دهوه كده طبيعي موجود المصمم المعمر اسمو جان نوفل استوحى شكل المتحف من الشكل دهوه فهتعال نشوف بقى شكل المتحف ده اتعمل ازاي ده المتحف هوت تمام ده الماكت بتاعه انا زهرته كتير جدا يعني كل مثلا ثلاثة اسابيع كده زهره تمام دي التفاصيل بتاعته بزوره اللي كتير المتحف دهوه ألعاب حلو قوي فالأولاد بيحبوا يلعبوا فيه فبدنروح نتفرج وبعد كأنه نقعد نلعب ماشي؟ ده يعني كمية تفاصيل ان ما فيهش اي 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 عنصر ينفع تحطي مكان تاني البيم ده محصوط للرقم ده ما ينفعش هو بيتصنع في المصنع فهنفعش فيه اي احتمال ان يحصل فيه غلط فانا عايز سألكم سؤال ويرب اجابة هل ينفع نشتغل في مشاريع فريد زي كده باستخدام الاوتوكاد ولا لازم ان احنا نشوف تكنولوجيا جديدة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا طبعا يعني حاجة زي كده هتكون صعبة جدا بالكاد خاصة مثلا بيحتاج من الوقت الموقع ان هو ايه يبص على منظر ده ستريجي هيكون عامل ازان خاصة مثل علاقات الامنية بالمعماري الفتحات وماء العذاب نظبوط وبالذات لو بيم يعني احنا ممكن نعمل حاجات دي سري دي بير سري دي ماكس لكن لما تجي تقول له وجد الكليشات بيش يعرف هو شاف ان كله حاجة واحدة كله ماس او كله فلا في البيم بيبقى عارف ان دي ايه ودي ايه وهكذا بالضبط بالضبط اه ممكن اضيف اضافة صغيرة ولكن يعني مثلا اه اظن برضو ان وجود الكاد هيبقى ضروري في بعض الحاجات مثلا دي الفراغات الصغيرة اللي محتاجة مثلا اه عيناء معينة مثلا دي الفراغات الصغيرة اللي بس مثلا لما تحتاج لوح ارضيات فانعمل لوح حواقص دي احيانا بيهتم بها بالكاد مثلا خطط لو مشوع مسلا مش عايز تبع مزانية بتاعته مش عايز يتبع بريفت كتير عشان لانسينج بتاعته تبع مكلفة شوان كاد ماشي هي وجهة نظر يعني بس هو كل واحد بيختلف من شخص للشخص انا شخصيا بيكون اسهل لي حتى لو مطلوب مني اوتوكاد ان انا بعملها يعني حتى لو دي تيلة حتى لو كزا انا باخدها من اولى الاخيرها على البيم حتى لو حاجة ما حدش عملها قبل كده ببدأ ان انا جربة لحد ما وصل ليه لان ما بحابش ان اشتغل على تو تولز انا بالحمد لله كويس بيشغل بريفت كويس وبشتغل شوية كده يعني اركيكاد بيشتغل راين شوية انما الاساس الريفت فبحاول ان انا يعني انا بصدر من الريفت للأوتوكاد عشان اكمل شغل او عشان ابعتها فممكن ان انا اعمل تعديل ولما اصدر تاني التعديل ده يتير فانا بحاول ان انا اعمل كله في نفس المكان تمام فيه حد سأل سؤال انا اجابتش عليه تمام اللي هو عايز يعرف ايه هي اهم البرامج في البيم والحاجات ده كلها هو ممكن نقدر نقول انا هابعت لكم ان شاء الله لابعت لدكتور مختار كتاب في كل البرامج البيم ايه تمام بحيث ان انت تعرف كل برنامج واستخداماته ايه والمنظومه ده تمام لان هي البرامج كتير جدا ومش لازم كلنا يبعرفين نفس البرنامج ممكن واحد بيتكن برنامج تاني معين انا اعرف واحد مثلا موتكن لبرنامج اسم سينكرو بيربط الجدول الزمني بالريفت وماشاء الله عليه احترف فيه وبقى علامي فيه يعني بيتلبوه بره في اوروبا والحاجات ده كلها لان هو متخصص في حاجة معينه فممكن واحد يهتم بالبرمجه واحد يهتم تاني كل واحد ممكن لازم كلنا نزالنا في حتة واحدة تمام انت شوف ايه الحاجة اللي انت بتتقنها وكمل فيها طيب من ضمن مزايا البيم اللي هي لو ما تحققتش البيم يش ينفع موضوع ان احنا يكون قلوبنا صافية ميكون برحب بعض ما يكونش فيه مشاكل بيننا وبين بعض يعني انت لو فيه شركة وفيه ناس مش عايزة تتعاون وتخبل معلومة الموضوع بشي ينفع لازم لازم كلنا نتشارك المعلومة وكلنا همنا حتى لو شركات مختلفة همنا ان المشروع ينجح مش همنا ان لا انا عايزة حققت تارجت وانا داخل منافسة مع زميلة او داخل منافسة مع الشركة التانية خلاص المشروع هيفشل لازم كلنا عندنا تارجت ان المشروع ينفع هل يحاول ان شاء الله اول مخلص المحاضرة فهلقها تمام بعد ذلك دكتور نختار طبعا مستاذ طيب يعني الكلبريشن دي فرق كتير يعني الناس مش متعوضة على فكرة الشغل اللي احنا شوفناها بس احنا يعني انا راجل عجوز شوية كان شغل معاقد جدا بشكل بشع كلما تساع اللوحة يدعت لك اللوحة يقول لك لا ده اللوحة دي اتلاغت وفيه اللوحة ثانية طب ما تبعت ليش لي اخر حاجة فالترديشنال كان كل شوية نبعت ايميليات بتحصل مشاكل ومعلومة نقصة وبش عارفين نجيب المعلومة دولوقتي في البم موضر واحد وكل حد يقدر يدخل ياخد معلومة على سبيل المثال ويريت الناس يكتب اللي في الكومنتات بس لو انت عندك معلومة جديدة لسانسير يعني فيه سانسير هيتركب السانسير مصعب الفت المعلومة بتاعت السانسير دي هتبعتها المين؟ خلي بالك ان انت لو بعتها لناس كلها ممكن حد يتخني معك يقول انا انت بعت المعلومات دي و rigid ouvats لي م MAS ولو م eranком Relations فت disclose معك فيك فيأ من كم العم담 فهتشاهيreten على المائلونة فهتوجد هنا مشاكل كتيرا المعلومة دي هي المين؟ يعني قبل ام ت الخشبت terrible الشخص ههيقل عن موضل بم موجود وكل الناس كروا هود وعσει اتعرف كل المعلومات الموجودة فكرة sync جملة جدا انا عرف ناس بها بدون ذكر اسامي مصر ان هو يعمل رلود لاتست يعني هاتلي المعلومات اللي عند الاخرين وما تبعدش المعلومات بتاعتي للسنترل عايز يحتبس بها في اللوخل يعني مثلا موضوع الصنصير مثلا احنا قلنا عليه انت لذي تبعده الإنشائي عشان يعمل حساب بتاعته ويفتح الفتحات والمعماري والمهندسي القهرباء عشان يعمل أحمال تمام ففكرة بقى انه يبقى فيه موضل بيم اللي عايز معلومة هيدخل هيلاقيها تمام برضه فهو بقى فيه سهولة جدا ان احنا نقدر نعرف المشاكل ونشارك الموضل مع بعض وحللنا شك كترة جدا يعني فيه دكتور اعرفه في الامارات كان نعمل الرسالة بتاعته ان هو بيشوف ايه المشاكل بتاعت البناء وهو ما كانش في دماغه ان هو بيحط حلول يعني انا رسالة الدكتورات بتاعتي هو اجد المشاكل بس هقولي على المشاكل بس ومش اقولي عليها حلول تمام؟ لكن لما اكتشف البيم قدرا كده في احدى المنتمرات لا ان البيم حلله كل المشاكل اللي مبهودة السبعين حل السبعين حل بلا استثناء يعني فيه مشاكل مثلا في التأخيرات خلاص زبطة فيه مشاكل مثلا في الكوردنيشن خلاص زبطة فيه مشاكل في الحصر خلاص زبطة تمام؟ برضو ربط بين الناس اللي شغالها في المكتب في التكييف ونشربها حاجة ساعة ومستريحين زي حالتنا كده ربنا يكرم والذي شغال في الموقع فأي معلومة اللي في الموقع حصلت يقدر يرفح على الموديل أو يبعتها كومنت فالناس اللي في الموقع يعدلوها على طول ويحصل أبديتد يعني ممكن يكون المصمم يعمل مكنا معينة ما لوش المكنات دي وبعض المكنات ثاني خلاص بتعمل الارف اي بقى سهل يعني الارف اي بيترد عليك نفس اليوم ليه عمد المعلومة قبل كده كان بيبقى فيه متاه البم ساعدني ان انا اتبنى نظام من نظام دارت المشاريع اسمه انتجريتد بروشيك ديليفري اللي هو ان كلنا مسئولين عن نجاح او فشل المشروع انا مهمتي ان انا ارمي المصيبة على الشركة التانية انا اعرف واحد كده اشتغلت معايا فبنائي ديناوي دي كان كله همه ان هو ايه لو حصل لما تحصل مشكلة ميل هيشيلها يعني هو قاعد في المكتب كله يفكر فيه باش ازاي ينجح يا نشوع ازاي يلبسها للتاني ازاي يعني اول ما عم شغل يقول لي لا امدى عليه ان انت اللي عامله يعمل مانا المسئول للبيم يعني لا امديها وابعتها اميل يعني خلي واحد موظف يمدى عليها ان انت اللي عامل الشغل ده تمام؟ فهي فكرة البيم انها قدرت تخلي الناس كلها تقدر تشارك المعلومة وتقدر انها تتعاون مع بعض كل الأقصاء والمعمارة والانشاة والكهران وكانتكلي يعني بدل ما كل واحد بيعمل تصميم وتجي تدخ حط الواحد وتفكاد على بعض لا يجي مفيش حاجة في مكانها لا بقى سهل جدا ان احنا كلنا فاهمين الصور ونقدر نحن نستفاد من فكرة البيم الموضوع الحصر الموضوع الحصر ده بش انا بش بعرف بس فكرة الا انا عندي كما عمود وخلاص لا انا ممكن اروح اعمل رابطهم كده ببعض والموضوع سهل جدا ووسيط بقول له افترض ان كل عمود هتكلفنا ديه كونكريت وقدي ايه كلاتنج وقدي ايه فورمورك وقدي ايه عمالة وقدي ايه فلوس وقدي ايه ماتيريال وقدي ايه كيوب منت احساب لي بقى المشروع ويبدأ اعملهم لي تمام يعني ممكن ان اشغال كده اقول ايه ده انا محتاج اعرف مثلا لو انا اجرت ناس يبدأ يعادل الحسابات لو انا مأجر ناس هيكلف قدي فالاستفادة قوية جدا بدا ان تتحكم في الوقت ما حصل الاقشة مشاكل كده في النص ومغير ما تفوت بالك بدا ان تتحكم في التكلفة تقديل التكلفة قبل ما تحصل يعني بنقدر ان احنا نرسم الحاجة بحيث ان احنا نقدر نقول ان المشروع ده يتكلف كام قبل ما نبدأ وبنقدر ان احنا نخمم بشكل قوي جدا وطبعا كل ما بنخش في المشروع كل ما بيكون المعلومات اضافة ففكرة البيم افادتنا بحاجة جدا طيب هستأذنك بس كده هنكمل بالنقط تاني بيفيدنا كتير برضا في موضوع السيفتي تمام ان احنا نقدر كان معانا مهندس نتخاص بسيفتي فكان كل شوية يجيلنا يقولنا انا عندي عزشة حاجة معينة فنبدأ ان احنا نظبط لهذا عشان كده البيم بقى في دول كتيرة جدا خلته اجباري تمام يعني دبي مثلا اجباري السعودية بتتجل اي مشروع كبير يكون اجباري في البيم في مشاريع كبيرة في مصر اجباري في البيم يعني مش اجباري في الدولة لكن لو انت عايز تاخد المشروع العملاق دوت اللي هو مع الدولة لازم تشغل ببيم ده في بريطانيا في سنغافورة في كوريا الجنوبية في دول كتيرة جدا دول كومن ويلس بيجيب لك فرص شغلة كويسة ان خلاص اجباري فهتلاقي حاجة كويسة طيب تعال نشوف التكنولوجيا اللي مرتبطة بالبيم عندنا كذا تكنولوجيا دخلت قطاع البناء من خلال البيم يعني الحاجات دي مكانش يبقى لها ارتباط بالصناعة بتاعتنا وصناعة البناء والانشاءات لو البيم مش موجود هتلاقي ان التكنولوجيا مش قادر انت تتحطها زي ايه هنبدأ بقى نشوف مع بعض زي مثلا الروبوت انا لو وديتلي الروبوت لوحة اتكاد ووديتلو اشتغل وصمم وحط الحاجات دي بش هيقدر بش هيبقى فاهم ايه اللي بيحصل انما لو بديله موديل ويقدر يفهم بشكل حلو قوي هيعمل ايه هتلاقي المشروع ماشي بشكل كويس تمام بديله معلومة واضحة انت هتروح المكان الفولاني وتحط القطعة في المكان الفولاني الشغل اللي دلوقتي الاحصائيات دي قديمة 2017 بس بيقولوا ان يعني الفلوس اللي اتحطت في فكرة الروبوت وهو في حدود 15 تريليون دولار تمام فممكن واحد يقولك انا هتخصص في الجزئية دي جزئية دي ازاي ان انا نستخدم الروبوت في البناء ونعرف واحد صاحبيه هنا في قطر متخصص في الفكرة دي يعمل الروبوت اللي نتشغل في الطاع البناء طيب موضوع الزكاء الاصطناعي طبعا دكتور محمدا بشكورك بشكل موسع وعمل موقع جميل جدا جدا بيخليك تقدر لو رسمت اي سكتش يحولوا لك الصورة مترندرة يعني انت رسمت سكتش كده وانت بتفكر هو بقي حولوك المبنى من خلال شوية تقنيات كده الكنترول نت بدي يقدر ان هو يفهم الشكل عامل ازاي وحوله المبنى بشكل جميل جدا ممكن تقول له طبعا عايزه يبقى جمبي زراعة جمبي مية جمبي كذا فالموضوع الزكاء الصناعي دلوقتي احنا فيه طفرة عشان بس نستبقى معي طيب هاسأل سؤال واتمنى الناس يجاوب عليه تفتكروا بداية البيم كان سنة كامة يعني بداية البيم كانت سنة كامة بداية البيم انا سؤال واضح هو يعني امتى التكنولوجيا البيم بدأت بش احنا بدأنا نستخدمها امتى؟ امتى بدأت تكنولوجيا البيم؟ أه 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 دول حاجة وتساين طيب مين تاني؟ بداية الألفنات طيب بداية فكرة البيم سنة 1962 الفكرة نفسها كان مهندس كتب مقالة جميلة جداً بيقول لك أنا متخيل إن إحنا هنسباك كتير جداً لو قدرنا ندخل البيانات بتاعة المباني على قلب الكمبيوتر كانت الأجهزة بطيئة جداً لما حصلت تطور أول حاجة بدأت يعمل فيها البيم كانت سنة 1981 شركة جرافيسوف بدأت تجرب بأنها تعمل حاجة لكن الأجهزة ضعيفة اللي خلنا نستفاد من تكنولوجيا حديثة قوة الأجهزة كانت سنة 1981 عملوا النسخة المصغرة للاركيكات المجرد غرفة بس مجرد نواية فرس محوايت وفلور وروف كده يعني عملنا كومت التكنولوجيا طيب السؤال الثاني إمتى بدأت الارتفيشيال انتليجنس يعني بدأت أول أبحاث وأول شغل في الزكاة الصناعة سنة كامل بداية الزكاة الصناعة طيب، بداية الزكاة الصناعة كانت مع الحرب العالمية التانية في نصها كان فيه مهندسين متخصين انهم يفكوا الشفرة بتاعة الألمان فبدأوا يخترعوا الكمبيوتر وكانت تصورهم انه يبقى عمل زي زكاة الصناعة ويدروا فعلا ان يعملوا خارطينيات معينة تقدر تفك الشفرة فبيعتبروها من سنة 1943 طيب، الارتفيشيال انتليجنس لو ديت الواحدة تقدش يقدر تتعلم معها لما تدلو شغل بيم هيقدر ان هو يفهمها وبالعكس يقدر ان هو يفهم الكود وفيه حاجة اسمها المشيل ليرنينج التعلم الآلة يقدر ان هو يتعلم من الشغل التيعك يقدر ان هو يتعلم من يعني انت مثلا بتشغله وجنبك كده وتبدأ ان انت بتشغل فهو يستنتج مثلا انت تحط الباب كل دي وتحط الشباة كل دي مع الوقت يقدر ان هو يساعدك في الشغل الكعب الزكاة الصناعي قوي جدا ويعني ممكن واحد يتخصص في زكاة الصناعي ازاي نستخدم البيم مع زكاة الصناعي بيعمل حاجة قوية جدا ويعني التكنولوجيا قوية جدا دي امثلة كتير فكرة ما نستخدم الـ AI في زكاة الصناعي ممكن مثلا نستخدم شات جي بيتين ويقول له اكتب لنا افقار انا مثلا كنت تشغل في مشروع الشهر الفت ليه علاقة بالهند يعني حاجة مبنى ليه علاقة بالهند فانا ما دلتسش عمارة الهند قبل كده حد درس عمارة الهند فبدأ تسأله ويقول له مثلا انا فاهم العمارة العربية لكن عايز اعرف ايه النقاط المشتركة و ايه النقاط المختلفة طب عايز احط حاجة رمزية فالنجمة اللي هي في العلم بيترمز لايه و كم واحدة 22 رمزا المغزل اللي استخدمه و مهتمة الغندي وهكذا فانا استخدام شات جي بيتين في حاجات زي كده البرنامج اللي عمله ممكن نستخدمه في ان احنا نصمم حاجات شكلها حلو ممكن تستخدم ديل اي سري ممكن تستخدم مجيورني تقول له انا عندي تصميم بس بش عارف افكر فيه فكر معايا بس متاخدش التصميم تبعثه للعميل دايركت لازم انت تحط واسمتك تتعدل فيه يعني محدش ياخد الحاجة و يبعثها دايركت يعني مثل ايه حد يقول ايه انا هكتب ايه و هبعت ايه من غير مقراوة ممكن ترفض انا عرف حد اترفض من الشركة بسبب ان ايه بعت ايه ترجمة جوجل تنزليت يعني صاحب الشركة كان اسمه حاجة مثلا اسم آلة مثلا او اسم حاجة فهو الترجمت اول مجال الايه مجال ايه طيب هنا حاجة اسمها انترنت انترنت الاشياء ان كل حاجة تكون متوصلة بالانترنت تمام يعني حتى في الموقع كل حاجة متوصلة بالانترنت بحس ايه معاك اخر updated تيه سنسور موجودة بحس لو في حد يدخل في غير الساعات المسموح بيها او شخص غير مسموح بيه يبدأ ان هو ينبهنا انترنت الافسينجس دي يعني بيقول الميزاني بتاعتها في 11 تريليون دولار فليه ما حدش فينا يتخصص في النقطة دي يبقى معروف ان احنا مثلا لو عايزين هنتصل مثلا بالمهندس مصطفى تمام ففكر ان انت تاخد تكنولوجيا معينة وتركز عليها هتلاقي عندك حكي تراجد نم بي ام اي اس مثلا عندك اللايتنج اللي في الطريق عندك ازاي تقلل الزحمة اللي موجودة في المرور ازاي ان انت تشوف اكتفة سنسور تقدر تحكيها في الكونكريت بحس يقولك اه تقدر تكمل صبق او لا لازم تقف شوية كل حاجات دي انت نستخدمها ان انت تشوف المبنى اللي انت صممته او في قلب المكان اللي انت فيه يعني الورقة عادية وتقدر تشوف المبنى السري دي فيها من خلال مثلا موبايل او من خلال نظارة او حاجات دي او مكنة صعبة شوية فتقدر من خلال التابليت تعرف ان الاجزاء المفروضة انها تتفك او هكاسة فاليجمان تدريالتي ما ينفعش من غير بيمة عشان يكون متفكين مش هتقدر تفهم حاجة من غير البيمة تقدر بو انت تنزل الموقع يكون مثلا مفيش حاجات عملت وانت لابس نظارة عمدي نظارة زي كده تقدر انت تشوف الشغل عامل ازاي يعني النظارات دي هي مشكلة انها غالية شوية لكن مفيدة جدا في الشغل تقدر تلباسي حتى للعمل فيقدر يتخيل انت بتفكر في ايه تمام ده مثلا حاجة انا كنت تعملها اهي الصورة عادية تقدر انت تشوف المبنى 3D وتقدر تلف حواليه من أفتر من بي الفيديو ده بشان انا عمل بس انا عملت التجربة دي عند على مشروع بتاعي تمام تقدر انت في قلب القمعة توريها لهم كده من جميع النواحي فهم ايه بذل ما هم بيتخيلوا انت بتفكر في ايه لا انت انت شايفين ايه اللي هتعمل خطوات بتاعتها كل حاجة ده كده انت بتشوف الخطوات بتاعت المباني اللي هو الناس بيسميه 4D بس انا ما بحبش المصطلح بتاع 4D لان احنا مدفناش بواد حقيق هو نفس الحاجة هو اقصى حاجة 3D 4D و 4D والحاجات دي يشوف كل استرقشن طيب خلينا نشوف ده مثلا هو مشاريع كتيرة طب ان الافضل يعني في الاجتماع توريه الصورة رقم واحد اللي هي في التابلت ولا توريه الورقة اللي هي رقم اثنين ايه رأيكو؟ واحد اللي هو البيم واثنين الكاد انت تحب قاني؟ اكتبه هو بقى سهلة تمام؟ هتقدر تعمل زوم بل بالعكس ممكن اسمال الاجتماع يقولك على حاجة معينة فتقدر على التابلت تعدل هالو يعني هو يقولك عدال اللون فمسلا فيه برامج زي format موجود على التابلت تقدر ان انت هتعدل على كوه تقدر برضو تشوف المبنى كأنك هوه ولو في اي كومنتات تقدر تشوف انا عايز اقول لكم ان فيه مشروع احنا كنا هنوررين العميل التكنولوجيا ديه وكنا جايبين نظارة المهانسين بقى اول مرة يشوفوا نظارة فقال لك احنا عايزين نجربها فكل مهانس تتلبس النظارة ولف حوالي المبنى اكتشف مشاكل في شغل التاعهم يعني اكتشف مثلا ان هو هو ماشي شايف الكهروميكانيكال اللي موجود في السقف ومفروض لا يزود البرابيت او ان هو يبعدها شوية عشان ما يبنش فاحنا اكتشفنا مشاكل في المشروع اللي هكومي شغالين فيه من خلال الفيرشور الريالتي ان احنا لابسين نظارة وبنمشي جواه المكان فمش منظرة الفيرشور الريالتي وليجمانتد ريالتي دي لو فيه ناس بيستخدام عشان يلم لايقات او الناس طول الواو والحاجات دي كلها النملة انت ممكن تعدل شغل بتاعك من الكلام الدرون ممكن تلف وتصور وتعملك افديتة للشغل جميل جدا الدرون ممكن بيبعت حاجات مثلا تطلع فوق ممكن تخليه يطلع يربط حاجة امبارح انا كنت في الاكسبو بتاع قطر كان فيه فرع تركية كانوا جايبين ان هما بيرش المحصول من خلال الدرون يبقى فيه مية وتبدأ تلف تمام بس حجمها كان دخم الروبوت طبعا بص هو بيديله حاجات دخيط جدا ويبدأ ان هو يبني فيها السري دي برينتر انا عندي واحدة صغيرة في البيت بتبني نموذج انما دي بتبني مباني حقيقة وده يعني المرات بتقولك احنا عايزين على عشرين ثلاثين يكون ثلاث تربع المباني مبنية بالسري دي برينتر تدي له دزاين معمول ريفت صح او بيم صح ويبدأ ان هو يبني لك المبنية والسعودية برضه هتبني مضم بشكل ده تخيل ان انت مثلا عندك منطقة حصل فيها ضرر سواء مثلا سيول او حرب او كذا وتروح جايب برينتر اللي هي بتطبع المباني وتقول له اعمل لي 200 موديل وتبدأ تعملها مثلا يبدأ يعمل لك المتين مبنى في ثواني تمام ده مثلا مبنى كان نوربان فوستر طالب انه يعمل مبنى بنك في كويت فهو عمل دزاين واحد واستخدم التكنولوجيا الحديثة اللي هي البراماتيك اللي هو الدكتور قم بتكلم عليها وعمل من المبنى الواحد ده كل الاشكال التي تشاهدينها يعني مرة مثلا يقول له غير تفيع مرة غير الدور غير الزاوية فطبع لهم كل حاجات دي بل برينتر سري دي ودخله فهم قالوا واو الرجل ده شاكله بباله سنة بيشاف المشروع بتاعنا وفعلا المشروع تعمل ده مثلا بالجراز سوبر ده نوع من انواع البرمجة المرئية مجرد من انت تغير الويتس المبنى كله بتغير وكلام ده ممكن نعمله في الريفت بسخدام الدينامي ده المبنى هو اللي تنفسه تمام؟ طبعا التكنولوجيا دي بسبب الكويتها بدأ يستخدموها في الفضواء ليه بقى في المريخ؟ قالك احنا بدل ما نطلع نبني وتطلع حاجة غلط الكيلو الواحد ممكن نكلف الافة دولارات محتاجين نحن نعمل الدزاين حلو ونطلع طبع صلسية الابعاد وتطبع واستخدام التكنولوجيا بتاعت حسن فاتحي حد عارف المهندس حسن فاتحي؟ بتوع مور اكيد على كلهم عارفين المهندس حسن فاتحي المهندس حسن فاتحي كان عنده نظرية انظر تحت قدميك وجهي يعني ما تخدش ماتيريال او ما تخدش حاجة من مكان تاني ودي اساس من قسيات الليد الله ينور عليك دي اساس من قسيات الليد ان انت ما تروحش تشتري حاجة من بلد تانية وتنقلها كده النقل ده هي يعني غير انه تكلفة فده تلوص ان في مثلا نقل وفي سنفصل الكربون وحرائق والبيئة هتحس ان فيه عنصر غريب موجود فيقولك لا لازم من نفس البيئة ماتيريال من الارض خد الماتيريال من المريخ ابني من المريخ فده فكرة البيم جزء صغير من المنظومة دي كلها هو صفت وير فيه حاجات صفت وير تيستنج وحاجات ترابل شوتينج وحاجة كترة جدا لكن فيه تكنولوجيا كبيرة جدا تحت المجال دوت زي الستاندرد اللي احنا لازم نشغل به الكود اللي احنا نشغل به وهكذا تعلم يعني الله يخليك كل واحد وتخصصه يعني سبحان الله طب طبعا شكرا جزيلا يعني يا منصى عمر على المحاضرة الشعيقة احنا كده محتاجين المحاضرين تلاتة عشان نكمل يعني هنتب حضرتك بقى في اللقاء تاني اكيد يعني طيب انا بس يعني مدخلة بسيطة يعني اتمنى يعني انا برضو مش عايز الطلبة او الزملاء يعني بالذات الطلبة يعني انما يختصوا الموضوع هل نشغل بقى وفي الاخر اوتوكاد ولا ريبت وحنا هدف اللقاء ان احنا منكام على التكنولوجيا زي ما منص عمر اكد منكام على التكنولوجيا اسمها البيم تكنولوجيا كبيرة التكنولوجيا بنتكلم في الاخر البسيطة دي ما هي مجرد الا مجرد ممكن حاجات منها متوافقة مع البيم وممكن حاجات اللقاء دي تبقى تتطور متوافقة مع البيم وممكن تظهر الطول تانية تمام فانعايز الطلب بيبقى دايما ان هويتعلم كل الطولز اصلا بغض النظر يعني بس فدي اول بس نقطة كنت حابق اكد عليها فبس انا ممكن يعني اوضح بس برضو نقطة تانية اخيرة ان اللقاءات العلمية بازن الله اتبه زي ما قدت خميس او جمعة هينزل طبعا بوستر تجميع لكل الموعيد بحيث ناس تزبطوا مورها والاسف مش كل اللقاءات هتبقى مسجلة او فيسبوك لايف في بعضها هيبقى مقتصر على الزوم وفي بعضها يبقى زي اللقاء مثلا عن صامر هتبقى فيسبوك لايف او على زوم فبس اولت تأكد عن نقطة دي واخر حاجة لو حد حابب يعمل اسئلة ممكن يكتوبها في الشات بحيث ان احنا نقراها ومن صامر يجاب عليها او لو في حد عايز يعني مداخلة مفيش مشكلة يتفضل يعني اكيد طبعا اكيد وحدك حتى ممكن برضو ترسالي وهننزلها على الصفحة بحيث ان في لينك لجوجل درايف مجمع بحيث ان كل الناس تستفيد من الاتا بيزني لو تبقى حتى موجودة عبطورة على الصفحة يعني ان شاء الله طيب باشون سامير طيب باشون سامير حسن طيب باشون طيب باشون طيب باشون من الحاجات اللي تخليه يشتغل في البين او يقدم على شغل مثلا او شخص شغال في حاجة زي كده فهل حارف مثلا تراشح زي دورة معينة مثلا او هل في اا مواقع مثلا زي ايديكت او حاجة زي كده ووفر لنا مثلا اا الدور الاكاديمية دي البرمجة او البين معموما لا البين معموما لا البين معموما يعني انا موجودة معموما طيب بصدر انت لو دخلت حضرتك على اليوتيوب تقدر تلاقي كورسات كاملة تقدر ان انت تستفاد منها انا بكلمك عن تجربة الشخصية يعني فيه كورسات بفلوس وكورسات ببلاش دي ليها ميزة ودي ليها ميزة انا عشان مثلا ان او في قطر ممكن تكون الكورسات غالية شوية فلو انا عايز تعلم حاجة جديدة يعني انا لويندو اللي بتطلب مني اتعلم حاجة جديدة ما تعلمتش بكده خالص فعملت ايه روح تدخل على اليوتيوب وقلت له اعمل سيرش على البلاي لست فاخدت بلاي لست من اولا الاخرها ما بعودش نقل من فيديو من هنا الهنا وهنا يعني مثلا قناة بيم اربيع عامل مثلا بلاي لست كاملة اسمها جاستو بيم يعني تشرح البيم من اول الاخره زي ما انا درسته في معاهد في اسبانيا وبريطانيا استراليا اللي انا اتعلمته شرحته بالتفصيل دي مثلا حاجة فانا لما كنت بتعلم البنامج الجديد دوت دورت على البلاي لست كاملة وشفت اول فيديو فاعجبني فبدأت اكمل مع البلاي لست دار حد من حمد الله اتعلمت البنامج اللي انا عايزة بعد كده لو في امكانية ان انت تاخد كورس يا ريت بس وانت اتخذ الكورس وانت عارف المعلومة او شفت الفيديوهات ده بسهل عليك ان انت تفهم بشكل حلو خلاص انما لما تروح الكورس وممكن تخلصه وانت لسه متعرضتش المشاكل اه 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 اتعلمت شوية مليتو كويس وما تفعتش حاجة تمام اه اه وبعد كده بتبدأ تشوف مثلا لايه الكورس مثلا لأكس انا صعب ان انا اقول اسامي اشخاص لان يعني محرج لان هتلاقي زوجاء ثانية اه شكرا اه انما كل يعني ولاث نbern كما زوجاء زوج kas فانت هو التي ها بقي كورس مثلا مثلا بتاع عمر مثلا مثلا أنا لابياجس كورس او بس لو فرضم انا بيجاء كورس اقرب بلي انت تعلمته من هو ètres component حسن مغطي كل حاجة ايقبى انا اشوف حديجا اغرياء عمر ممكن تلاقي عمر فيه جديدةامة اه كبيرة مش موجودة على اليوتيوب ببلاش خلاص انا ابدأ بقى ايه اخد الكورس ده على نساس ان انا استفاد من المعلومات ديت انا ساعد بعمل كده وتعاملت معي كده يعني ممكن واحد يجي اخد عند الكورس يقول لي بص انا فاهم الريفت كله بس في جزئية معينة انا جاي مخصص عشانك عشان الحتة دي مثلا انا عايز اعرف ازاي عملت فاميلي بشكل قوي او ان انا اشتغل مع تيم تمام فتبدأ مثلا تجيب الكورس المحتويات بتاعته وابدأ اشوف هل في حاجة جديدة ولا كله انت عارفوه تمام ده ده سابتة في اي حاجة انت عايز تعلمها يعني اي حاجة عايز تعلمها خلاص بتبدأ شوف في اليوتيوب تعرف الفكرة ممكن فيديو في اليوتيوب يقول لك لا ان الحاجات دي بش مناسبة لك خالص او الحاجات دي محتاجة بس ان انت تكون فاهم لغة برمجة يعني لما ديك تعلم زكاة صناعي يقول لك الافضل انت تعلم الرياضيات الرياضة الخطية والحاجات دي كلها واتعلم لغة برمجة عشان انت تستفات حلو قوي من الزكاة الصناعية فخلاص انا عرفت كده ان انا بالنسبالي موضوع مثلا هتطول معي بشي هتقل في المجال ده او لا ان انا عندي الحاجات دي فعلا وقدر ان انا كامل في الزكاة الصناعية فالفيديو هيفيدك ان انت تفهم الفكرة وبعد كده ان انت تكمل ان شاء الله والله يكريم كم شانس جميل احسن حاجة بتعلم منها ان انا بشتغل في الحاجة دي بأيدي يعني في المشروع نفسه يعني انا ممكن انا اخدت كذا كورس مثلا في السري دي ماكس والحمد الله كنت شاطر او فيها اسمائي كورس بعد كورس لان حكتي لشغل السري دي ماكس مش كتيرة فبش بكر حاجة خالص وتعلمت عليه دي ناس متميزين جدا من احسن الناس على مستوى العالم تمام خدت عندهم كورسات لكن لان انا ما اشتغلش اناسيتهم يعني اصلا كورس كنت شاطر بس لان ما فيش ممارسة بتنسيها فلو انت خلصت مثلا كورس مثلا ريفت او 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 طول ما انت قاعد فاضي حتى لو مطلوب منك شغل وتقدر اعمله بالريفت بالبيم عشان بس ايه متنسووش فيه ناس خدت معاك كورس ومشتغل شي فبعد الفترة بينسى تمام انما لو انت اديك في الموضوع تيك 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 هتلاقي على قول انتك تكرر تحت امرك اصsupp تحت امرك اساس حوالله ان شاء الله ان شاء الله فيه احد عنده سؤال اه 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 انا كان عندي سؤال اه انا حاليا اه اه برا السوق شوية يعني مش عغالة. فحبه اقوي نفسي في المن اه في البيت. اشتغل قراءة بس ولا محتاجة يعني اه ادخل المجالز داي من البيت. اه كمبائية حتى معلومات كده. في قناة بيم قريبية على فيديوهات كتيرة. اه في فيديوهات كتيرة احسن من بيم قريبية موجودة على كل مكان. تمام? لكن اه لو جبت احسن كتاب في العالم وانت ما بتشغلش بايديكي ملوش لازمة. هتتنسي يعني هقرأ وبعد ما خلص الكتاب هنساه. لازم طول ما انا فتح الكتاب او فتح الفيديو افتح البرنامج وابدأ الشغل بايديك. ممكن مسلا يكون عندي مشروع مطلوب اتكاد. اعمله بالبيم. اه انا مسلا كنت اه بدأت اتعرف على البيم ده كنت شغل في شركة سنة 2007. تمام? 2007. اه اعايز اقولكو ان بصعوبة نزلت الريفت. كان النت اللي هو ما ادركتهش انتو. نت بتاع الجلية اللي هو بشغل بكابل التليفون ده. كان فين وفين لما يدخل. نزلوا تاة السبعات ده. اه فانا سطبت البرنامج بالعافية ما غير ولا فاميلي. فلما اقول له باب يجيب لي رسالة غريبة وما فيش يوتيوب اصلا عشان افهم. يعني اقدر اقول ان انا عدت كزا شهر افتح البرنامج. اقعد قدام مش فاهم. يعني مستمني ان اقول له حاجة يتعمل. نفسي يحط باب يعني انا انا عارف ان باقي حلو بس مش هاد يشتغل. وبين وبين لما بدأ يظهر معي والماكن بطلع وماشي وحاجات زي كده. فكنت وانا شغل في الشركة بيكتلب مني شغل اوتوكاد. اعمله ريفيت وساقفه لهم. اعمل لك صغور توكاد. ويبدأوا ايه ابعته لهم. وكل شوية اورهم حتى كده 3D بحيس ايه. اغريهم كده. اخوانك في حاجة حلوة ونزلة هي في السوق. وكان ساعتها كنا ما كنش عارفين ان يعني كنت بشتغل ب توكاد اركوتيكتشار. كنت بشتغل برنامج برنامج كاد برنامج فنلندي. والارشي كاد يعني ما كانش معروف ايه برنامج اللي هيسيطر على السوق. تمام? لان كل برنامج كان ليه مزايا وعيوب وكان ليه ناس متعصبة ليه في قلب الشركة. طيب كل بساطة اي حاجة قدامك ابدأي اشتغل فيها. لو مطلوب اوتوكاد مشروع عديد. مشروع الجامعة اللي انت عملتين. ابدأي حواليه البيم وريفت. اه لو انت عايز على محاجر الحاجات دي من برامج البيم. ابدأ ادخل فيها وان شاء الله يعني ايه الامور تتيصر معك. ما ما بضاليش تتفرج. حلم حلم. اهو انا مش روية اصلا رفا جامعة كان ريفت. بس ما كنت. حلم. يعني او انا متفرجا. الحمد الله كل ريفت. بس فيه بقى جزئيات كتير نقصة فيه. طيب ابدأي. ابدأي في ايه الحاجات اللي انا بقى يعني عشان اتعلم بقولي. والله الحاجة دي انا مش عارف اعملها ازاي. انا ساعد بقى مش كده. ولاي مبنى معمول غريب. اقولي ازاي تعمل بالبيم. يعني لما انا مسلا حاليا اشغال في مشروع يعني خلص اللقاء ده وارجع للشغل تاني عشان اكمل شغل في مشروع. المشروع مع شركة زواء حديد. الله رحمه. فهما عندهم اشكال اه غريبة اشكال اه يعني ارجانيك. اتلاقي كل الناس يقولك ان ريفت ما بيعملش ارجانيك. تمام. لما جلنا المشروع ده عملنا كل الشغل بالريفت عادي. تمام. كل المنحنيات وكل الحاجات دي ممكن تتعمل بالماس وتشتغل عادي. وريلاتف يعني تقدر نت تعمليها. ما كانش مطلوب مني فمكتش مهتمة بيها. بتطلب منك بتعمليها. اه واحنا شغالين انا احنا عايزين برنامج يوفر وقت بيعمل كذا كذا كذا. عملنا. فهي الفكرة كلها اتحدي نفسك في حاجة وبتدور على النت على الفيديو اللي شرحت الحاجة دي بس. يعني اه بش لازم تاخد بقس السلم نقول لاخرين ما انت فاهمها وقول له. لا انا انا والله يوقف عند مشكلة السلم فبعمل اصرش على مشكلة السلم وابدل ان انا مشوك حلها ايه. وابدأ اكمل فيها. تمام. المهم ما توفيش. وصلت المستوى كويس. وصلت المستوى كويس. ابدأ بقى اشوف الشغل على اه موقع زي الفريلانسر موقع زي ابوورد. فيه شغل كتير تقدر تعمليه بشكل حلو وفلوس كويسة بالدولار اه وتقدر تعمليه انت في البيت. ففيه مزايا كتير جدا في موضوع الفريلانسر ده. اه. نعم. نعم. اه. طيب اه. في حد ما اسألش السؤال. اللي انا لازم سأسئله. هل البيم او الزكاة اللي صناعي هياخد شوالات المهندس. لا. اهو البيم بش هيعمل لك مشاكل ولا الزكاة اللي صناعي. اه. الا لو انت مستغلتش به. يعني لو انت مستغلتش به. غيرك هشتغل به. والشركة هتعتمد عليه هو. فحاول ان انت تسبق. وتتعلم قدر الامكان. تدوس في اي حاجة بما انت مايز انت فيها. زي ما الامام عليه ابن نبي طالب بيقول. الامام عليه ابن نبي طالب. اه بيقول قيمة كل مريم ما يحسن. قيمة كل مريم ما يحسن. يعني ممكن كلنا كله مثلا متخرج من جامعة. بس في واحد راح عمل ترينينج و راح خد كورسات وتعب وا 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 حاجات دي كلها. فده اكيد الراتب بتاعه هيكون مختلفة عن الاكتافة بحاجة واحدة وماكملش. فقيمة كل مريم ما يحسن الامام عليه ابن نبي طالب. دي اعتبر من احسن مقالة والعرب زي ما الامام عليه ابن نبي طالب. انا عايزة احرك حاجة يا دكتور بسمه. انا لسه يعني دي سنية بتاعتي فانا لسه طيها شوية مش عارف حدد انا عايزة اتخصص ايه بالزبط بعد ما خلصت. بس انا حب اكتر فكرة ان انا ما اشتغلش في مصر انا عايزة اشتغل في حاجة بلو. فانا ما بقاش عارف احدد ايه الاحتياجات اللي موجودة بلو. بالزات بتخص مجال البام. فاقدر منين احدد عشان اعرف انا ما قسني ايه فاشتغل عليه. الوظائف المطلوبة في مكان دوت. انا بفكر ازور المانيا اشتغل في المانيا. بادخل على لينكد ان واقول له اكل الوظائف الموجودة في المانيا. وبابدأ شوف ال job requirement ايه الحاجات اللي هما بيتطلبوها هناك. تمام? ممكن تكتشفي ان هما ما بيشتغلوش بالرفت خلص. مثلا بيشتغلوا برنامج تاني اسمه all plan. مثلا دي امثلة. تمام? خلاص انا هتعلم ال all plan. بقى عندي فرصة اضافية. الاقي في الوظائف مثلا ان لازم يكون بيعرف المانيا. فjob description او لا اسف. job requirement اللي موجودة في linkedin تقدر تعرفني وتوجهني ايه اللي انا اشتغل عليه. تمام? يعني ممكن مثلا ان انا عايز اتخصص بالاستدامة. ابدأ بشو بص كده يقول لي ايه ده انت لازم تكون واخد lead ga خلاص. بس يبقى انا عشان اخد الخطوة هتعلم ليه ديجي ايه وبعد كده الخطوة دي هتعرفني ايه الخطوة اللي بعد كده. فالموقع بتاع التوظيف بيتعرفني ايه اللي انا عايزه. تمام? يعني انا بابدأ شوف كده ايه اللي مطلوب في سوق ال bim في ال window. اه مطلوب كده. خلاص يبقى انا الحاجة دي ابدأ اتعلمها. لقيتهم مثلا كلهم بيشارطين شادة معينة. طب خلاص اخد شادة دي. فجوب requirement هي دي اللي تقدر ان انت تتحددها. لو انا مش عارف انا عايز ايه لسه ممكن نبدأ بالنهاية. يعني ايه يعني اه اه اشوف حد بركوشنا في الموضوع ده وقول له ايه انا عايز اتفرج عليكم انت تشتغل او اشتغل معاك في هذا الحاجة. ممكن لما اجرب اكتشف ان الحاجة دي بيش هي هواتي. يعني كان في واحد مثلا دكتور كان لسه بيتكلم نهاردة ان هو اه التخصص اللي هو كان عايز اخشه ومخ اعصاب دخل. لان هو محتاج ان هو هيقعد مسلا في العملية عشر ساعات من فوق ما تحركش. حس الموضوع صعب بالنسباله. فحول التخصص تاني. ممكن دي من الحلول. لكن اللي ناسب اللي حضرتك بتقوليه ان انا اشوف في لينكت ان الوزاياك ايه وابدأ ان انا اشوف ايه اللي بيتكرر. يعني ايه الحاجة اللي ما تكرره في كله وابدأ اركز عليها. تسنا الفية سيلا يا جماعة او ولا نختم اللقاء؟ الفيئة سيئلة يا جماعة ولا نختم اللقاء وصراحة انا نفسي ان احنا ما نختمش اللقاء الصراحة بس يعني انا عارف ان وانتص امر يعني كان فيه ضغط شغلة النهاردة ويعني قد ترخير ان هو معنا النهاردة الصراحة هو دائما فيه سؤال تبعت على الشات داخلي انا حابي يطور نفسه في البنة هو بيتكلم على ان اخلى بالشغل الوقتي الموجود ممكن يقصد في نصر يعني تشطيب وتصميم داخلي وان هو حابي يطور نفسه في البنة لو قدامك فورصة للشغل انزل شغل يعني انت ممكن تتدرب في انا مسلا بحب اتعلم بعد الفجر اللي معادل الشغل ساعة ساعتين ابرق بكتير من ست سبع ساعات بالليل فلو جات لك فورصة انزل شغل انزل شغل والتشتيب والتصميم الداخلي موجود ومتعلق بالبنة يعني انت ممكن ان انت في البنة تقدر تستخدمه كانتيرو تزاين بدلا بتعمل على سكيتش اوب تقدر بتعمله على ريبط او سكيتش اوب بدأ ينزل فيه تولز اسمها بيمة المهم يعني لو جات لك فورصة للشغل هتبقى كواسة جدا لانك هتاخد خبرة كواسة جدا وتقطسكة في نفسك وهتقدر يجيلك داخل وحكي تريد جدا ومن خلال هتقدر توجه نفسك ان انا عاد اتعلم فترة طويلة وبعد الكلية مش صح لأ حاول ان انت تقدر تنزل شغل انزل شغل والبنة طور نفسك فيه في اي وقت تاني وطور نفسك في دارة المشاريع طور نفسك كل حاجة تقدرها بس نظم وقتك يعني اقول له والله انا السنة دي هركز على كذا والشغل هو اللي هيوجهك يعني الشغل اخدنا مشروع كذا فممكن ان اقلاقي نفسي بتعلم الحاجة الجديدة زي ما بقولك كده التعلم ده مثلا الراينو لان جالنا مشروع مع زواء حديث فمضطرين ان احنا نتعلم راينو ممكن بكرة يقولك والله اتعلم سفر سري دي خلاص بكرة اتعلم سفر سري دي طيب وكل على الله انزل شغل وخلي الليرننج في اي وقت ان شاء الله ممكن عندك جمعة وصابة اجازة عندك بعد الفجر كده ان شاء الله تبقى وقت كويس تبعه احنا بغلاس بك ان عندنا من ضمن الملطاقة العملناه المنطقة التالت اه كان فيه تلات لقاءات. اه مع تلاتة معماريين من شغالين في مختلف الاماكن بره يعني كان طبعا دكس موقن السوداني كان اه ما كان شغال في المانيا. اه طبعا مانس خالد العشري اه اه طبعا كان نورمان فستر وكان معنا برضو اه اه كان مانسين من اما اي تي في امريكا فكانت الفكرة ان احنا كنا برضو بنعرض للناس التجارب المختلفة ديت بحيث لو حد مثلا ناوي يكمل برة او يشوف لازم يشوف الناس ديت وتواصل معهم ويشوف اصلا ايه فعن الاحتياجات اه زي مانس ومر قال الاحتياجات اللي هما بيطلبوها في المهندس المعماري بحيث ان هو يقدر يشتغل في الاماكن ديت يعني. اه فدي نقطة مهمة فعلا ده يمكن بس اضافة يعني على السؤال سألته من شوية. اه. وطبعا اخر حاجة موضوع اللي انا عارف ان الموضوع صعب شوية ان ضغط الشغل ساعات هنا في مصر تقيل. وغالبا بنتطر نشلق توكات وبنتطر نشتغل في مجالات محدودة مثلا زي او كده لان طبعا فرص العمل. بس ده ممكن بقى موجود في الاقاليم شوية ممكن في القاهرة والعواصم بتبقى الدنيا مفتوحة اكتر. ممكن لما بتطلق اكتر وبعدين ما تقدر كمان تاخد شغل من برة. اه فهي فعلا اهم نقطة قالها الموازنة. ان انت تحاول تنظم وقتك. يبقى عندك فرصة ان انت بجانب الشغل لازم تتعلم حاجة دي. ده حتى لو برتم بطيء. حتى لو بتاخد معلومة صغيرة في اليوم بس على القال استمر. يعني 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 ابرك الامال ادوامها وانقل يعني. فانت حاول لازم تطور من نفسك. قدر المستطاع. حتى لو يوم في الاسبوع. حتى لو ساعة في الاسبوع. بس اهم حاجة تكون مستمرة. فبس دي يعني نقطة مهمة جدا وهي دي اللي بتفق شوية مع الانسان. حتى لو ياخدها طويل مش مشكلة بس الهم ان هي تقدر تحط تارجت اللي انت توصله في وقت معي. اه مش عارف ازا كان في اسئلة تانية ولا نختم اللقاء. خلاص يعني احنا طبعا يعني ساعدين جدا باول اللقاء مع مهندس عمر. وطبعنا مهندس عمر اشرفنا قبل كده في اللقاء. اه قبل كده في جرين كان على البيم كان برضو اه محاضرة قايمة جدا. ويمكن هي يعني الاتنين بيتكملوا بعض كان فيها تركيز اكتر كمان على البليكيشنز الخاصة في مجال البيم. اتمنى برضو انت ترجعوا لها تلاقوها في الفيديوز. اه على صفحة جرين. اه مع المحاضرة دي اطمعا ان شاء الله مع وعد مهندس عمر ان هو معنا في لقاءات اخرى بازن الله في المستقبل. يعني اشكركم طبعا الحضور وان شاء الله نتقابل على خير ازباق جاي. شكرا مهندس عمر وبزاكم الله خيرا. واحنا سعداء جدا بلقاءة النهار دي.